موسيقى مشاهدين ومشاهدي كرما في كل العالم اهلا بكم اللقاء الجديد مع مرة الاحداث حالة النهاردة الاربعة تسعة وشر مايه وعشرين واحد وعشرين بالتأكيد طبعا هنتابع معاكم الملفات المهمة النهاردة ملفين طبعا ملف الصراع الاسرائيلي الفلسطيني عشر يوم النهاردة وهنتابع كمان برضو في موضوعات او في تصرحات جديدة بخصوص سد النهضة يعني طول من اهم الموضوعات وعندنا برضو ملف الهجرة يمكن طلع على السطح تاني بالنسبة لهجرة من خلال من المغرب الى اسبانيا وهنشوف برضو ايه الاسباب اللي دعت العدد كبير من المهاجرين الشباب والاطفال اللي راحوا لاسبانيا عن طريق سبتة كل ده هنتابعوا مع بعضيكم النهاردة برضو منذ قليل كان بالنسبة الملف الابطي بقى كان فيه اعلان عن اختفاء فتاة اخرى الفتاة كبتية مدونة سمير ابراهيم 18 سنة وتم تداول خبر اختفاءها على مواقع التواصل الاجتماعي ومع نشر صورتها والاعلان انه عن بعض التفاصيل البسيطة انها اختفت امس السلساء الموافق 18-21-21 من الساعة التسعة بمدينة السلام سبيكو واسمها مدونة سمير ابراهيم عندها 18 سنة ما تكتبش اي حاجة تانية هو ده الخبر زي ما تم نشره وبرضو هنحاول لو فيه تفاصيل اخرى هنقولها لحضراتكم ويعني برضو في الملف ده بنصلي من اجل عودة كل الفتيات المختفيات والسيدات المختفيات اللي برضو كانت فترة اللي فيت تم الاعلان عنهم في بعضهم رجع وبعضهم لسه مرجعش لكن عندنا امل ان كله يرجع ان شاء الله الى حضن بيته الى حضن الكنيسة باذن ربنا بالنسبة للنياحات عندنا نياحة ابينة الغالي الكمس عازر تودرس كهن كنيسة السيدة العزراء مريم بن نصرية بني مزار محافظة المينيا تنيح عن عمر تجاوز 79 عام قادة منها 55 عام من العطاء البزل في الخدمة نياحا لروحي هي الطاهرة الكمس عازر تودرس وايضا عزقنا لكل اسرته محبي وشعب كنيسة السيدة العزراء مريم بن نصرية بني مزار المينيا هو المتنيح كان ولد يوم 2 مارس 1942 وسوهم كهن في 31 أكتوبر 68 ونار رضبة الكمسية في 18 مايو 76 طبعا مع المسيح ذاك افضل جدا ايضا كان بالنسبة لنياحة الكمس عازر كان النائب الباباوي لبرشيد بني مزار ترقص الصلاة على جثماني عندنا كمان وفاة القس بسادة غطاس انتقل الأمجاد السماوية مساء اليوم الأربعاء القس بسادة غطاس الكهن بإبرشيد المنوفية توفى وتنيح متأثرا بإصابته فيروس كورونا وده بعد وذلك قبل أسبوع من مرور 14 عام على الخدمته الكهنوتية عزقنا أيضا لكل أسرة ومحبي القس بسادة غطاس وأيضا عزقنا لكل شعب كنيسته وإبرشية المنوفية تم الإعلان أيضا عن مصرع فتاة كبطية اسمها عفاف حبيب إسر حادث أليم حيث انتقلت إلى السماء العروسة المسيح عفاف حبيب نجيب سليمان من موليد 1980 كانت جات الوفاء إسر حادث أليم على طريق مصر السويس عزقنا طبعا لكل أسرة عفاف حبيب ومحبيها وللأسف أنه حوادث كتير بتحصد الأرواح بجانب طبعا كورونا ربنا يرحم الجميع وخلوا بالكم على نفسكم بالنسبة لأهم أخبار مسيحية العالم ففي قصة في ولاية كارانتاكاليندية تعرض لهجوم وحشي من قبل حشد من الهندوس المتطرفين يعني للأسف الهندب اللي بيحصل فيهم ده كله الأعداد الكبيرة من الحاجات الوفيات بسبب فيروس كورونا وتفشي الفيروس بهذا الشكل وكمان فيه إعصار برضو أو ده بحياة عدد من الهنود للأسف ما زال التطرف من بعض الهندوس بيغطال المسيحيين الحقيقة يعني آخر الوقع دي بتحكي أنه كان في قصة في ولاية كارانتاكا تعرض لهجوم وحشي وأجبر على أداء طقوس هندوسية من قبل حشد من القوميين الهندوس متطرفين دايما بيعملوا كده يجبروا أي كاهن أو خادم أنه هو يصلي الطقوس الهندوسية وبيزعم قادة الكنائس المحلية أن الحادث ليس سوى واحد من ثماني هجمات على المسيحيين المحليين يعني انبعنا كده أنه فيه أكتر من هجوم حصل في 5 إبريل كان القصة سانجاي بهاندري وزوجته يزوران أقاربهم وفاكرين طبعا احنا كنا قلنا القصة دي برضو كان في قرية هالجة لما هجمهم حشد من الهندوس المتطرفين وأخذوا القصة خارج بنزله ودربوه سخروا منه وسحبوه إلى قاعة العبادة اللي هي بتستأجر لصلاة المسيحين في يوم الحد وطلبوا منه أنه هو يصلي أو أجبروه برضو أنه هو يصلي الصلاة الهندوسية ربنا يرحم الجميع وبنصلي من أجل المسيحيين المتهدين في الهند وفي كل مكان كان فيه كمان هجوم على كنيسة تركية وتدنيسها في قرية القرية دي كان خطفة فيها والدة كاهن كنيسة تركية في القرية اللي تم اختطاف والدة كاهن كلداني كاثوليكي العام الماضي تعرضت للهجوم والتدنيس المجهولون دمروا السلبان والسور اليسوع ومسبحات في كنيسة مرتش موني كنيسة كهفية في قرية اسمها مهر الجبلية وفي مقاطعة سيرناك جنوب شرق تركيا المحكمة الجنائية الدولية قالت أن لقطات الفيديو اللي حصلت عليها المحكمة الجنائية الدولية بتظهر أن التدمير كان بالأساس ضد الأشياء والآثار المسيحية داخل الكنيسة ربنا يرحمنا برضو من اللي بيتعامل في بعض الأماكن في تركيا وبرضو مش نسيين طبعا تحويل آيا صوفية إلى كاتدرية آيا صوفية إلى مسجد للأسف برعاية أردوغان كمان في بوركينا فاسو مسلحون قتلوا 15 شخص أثناء حفل تعميد السلطات في بوركينا فاسو النهاردة علنوا أن في مهاجمين مجهولين قتلوا 15 شخص أثناء اجتماعهم بمناسبة حفل عماد بقرية في شمال البلاد الليلة الماضية ربنا طبعا يعز جميع أسرهم أما بالنسبة للرئيس بايدن الحقيقة فكان في خبر حديث بأنه أعلن فخره أو افتخاره باليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية فالحقيقة أنه يعني الرئيس بايدن للأسف منذ توليه وهناك اعتراضات من كتير من الكاثوليك على دعمه للمثلية ودعمه أيضا للإجهاد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجاته هجال كانوا في بيان صحفي قالوا أنهم فخورين باليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا وأشار بايدن أنه في جميع أنحاء العالم لا تزال حوالي 70 دولة تجرم العلاقات المثلية أمش قادر أفهم إزاي هو كاثوليكي وبيتفاخر وأنه هو زعلان أنه لسه في 70 دولة بتجرم العلاقات المثلية وده ضد الإنجيل حياة الواحد مش فيهم يعني فهو بيقولك هنا في أمريكا لا يزال الأمريكيون المثليون والمتحولين جنسيا يفتقرون إلى الحماية الأساسية في 25 ولاية يعني عايزوا يتم حمايتهم بغض النظر عن أنه حماية أو حق إنسان ولكن أنا برضو مستغربة جدا وكتير جدا متعجبين إلى دعمه للمثلية والإجهاض طبعا بيقول عنهم أنه هم بيواجهوا تمييز في الإسكان والتعليم والخدمات العامة يعني إن جاد ويت راست ده شعار أمريكا والمفروض إنه الإنجيل هو الدستور بالنسبة لأمريكا وكل اللي بيحصل ده هو ضد الإنجيل فرا ما عمش تعجبك جاي من إيه بس ما علينا يعني منظمة الصحة العالمية بتقوب يقال في عام 1990 خادت خطوة أو أخذت خطوة لإلغاء تصنيف المثلية الجنسية على إنها اضطراب عقلي ومنذ ذلك اليوم تغير الكثير بالنسبة لمجتمع الميم بيسموا الميم و17 مايو كانوا اعتمد يوما عالميا لمناعدة رهاب المثلية ويهدف إلى تنسيق الفعاليات الدولية اللي بتهدف لرفع مستوى الوعي عن انتهاكات حقوق المثليين وتحفيز الاهتمام بحقوق المثليين في جميع عنحاء العالم وبحلول عام 2016 تم الاحتفال بهذا اليوم في 132 دولة ربنا يرحمنا آخر الأيام تقريبا مش بس كده ده في قصة ألماني كمان كاثوليكي باركة زواج المثليين وكان فيه فيديو نشرته الدي دابليو والحقيقة انه هو كان بيبارك زواج المثليين وبيقول ان احنا ولدنا مع ميولاتنا الجنسية لذلك فهي ارادة الخالق وما لسه دوم معامورة اللي تم تدميرهم دول او اللي غضب ربنا عليهم دول كانوا بسبب ايه هو انا مش قادرة افهم ازاي فيه قصاوسك وبيكونوش عارفين الانجيل وانه دي ابسط حاجات في الانجيل فالحقيقة مش عارفة ربنا يرحمنا بجد وربنا يفتح حيون كل الناس دي اللي للأسف الشديد يعني شايفها المثلية بشكل مباح وانه دي تعتبر يعني ميول جنسية عادية يعني خلقهما يعني منذ البدء ربنا خلق الانسان رجل وامرأة ليتعرفها يعني ده الانجيل من اول صفر التكوين فمعرفش بصراحة ولا تعليق سواء على بايدن او على اي قصاوسة كاثوليك بيقبلوا هذا الامر اما في الهند ففيه صراع تاني او نزاع على ارض هدد مقبرة مسيحية والنزاع ده كان في منطقة غازي اباد بولاية اوتار برديش الهندية والنزاع قدى الى منع المجتمع المسيحي من استخدام مقبرة بينما تتعافى البلاد من جائحة كوفيد وكان فيه اتنين توفيه بسبب كوفيد ناينتين وللأسف ما قدروش ان هم يستخدموا المقبرة الخاصة بهم المسيحيون بيستخدموا المقبرة منذ عام 1988 ولم تكن هناك مشكلة لكن شخصين الدعية نصيبهما من هذه الارض عام 2014 وابلغوا المسيحيين ابلغوا المؤسسة البلدية المحلية اللي طلبت منهم التوجه الى المحكمة طبعا هم هناك متعودين الهندوس يحرقوا الاجثام او مؤخرا كانت بزيتريمي في النهر فموضوع طبعا انه يكون فيه مقبرة ده واضح كده انه عليه نزاع زي ما قلت ربنا بنصلي من اجل كل انواع الاتهاضات اللي بتحصل المسيحيين في اي مكان حول العالم لو رحنا برضو نشوف كورونا وايه اللي بيحصل بالنسبة لكورونا وزي ما ذكرت لحضراتكم انه للأسف برضو الهند مازالت تعاني من مشاكل كتير بسبب فيروس كورونا ذكرنا برضو الحلقة اللي فاتت انه اعداد الاصابات بالفعل قلت ولكن اعداد الوفيات كانت وصلت لعدد غير مسبوك امبارح في الهند ونشوف النهاردة ايه الاخبار عندنا حول العالم مية خمسة وستين مليون وربعمية اتنين وخمسين الف وستمية تسعة وستين حالة اصابة حول العالم تلاتة مليون وربعمية تسعة وشرين الف و تلتمية تمانية وسبعين حالة وفاة حول العالم التعافي مية اربعة واربعين مليون هنلاقي برضو الولايات المتحدة الامريكية هنلاقي طبعا انه زي ما انتم شايفين هي اكبر دولة من حيث عدد الاصابات الاجمالي تلاتة وتلاتين مليون سبعمية سبعة وتسعين بتاليها الهند خمسة وعشرين مليون والهند طبعا فيه تصاعد كبير الفترة اللي فاتت كان في عداد الاصابات والبرازيل خمستاشر مليون وثمانية واثناشر بعد كده عندنا فرنسا وتركيا خمسة مليون وروسيا وبريطانيا وإيطاليا أربعة مليون وكسور وبعد كده عندنا اسبانيا تلاتة مليون لو شفنا الحالات الاصابات الجديدة النهاردة هنلاقي انه برضو الهند بالرغم من انه الحالات الاصابات قلت لكن هي برضو اكتر دولة من حيث عدد الاصابات اليومية النهاردة متين ستة وسبعين الف حالة جديدة في الهند بالنسبة للبرازيل ستة وسبعين الف حالة بالنسبة لأمريكا لو بتلاحظوا انه الحالات بتقل في أمريكا يعني لدرجة ان امريكا مثلا واحد وعشرين الف حالة فرنسا تسعتاشر الف وعندنا ايران وتركيا 11 الف حالة جديدة النهاردة بالنسبة للحالات الوفاة عندنا برضو التوتل حالات الوفاة اللي هي برضو عندنا طبعا امريكا هي اكتر دولة لكن خلينا نشوف الحالات الجديدة الاول قبل من شوف عدد الوفاة حول العالم الحالات الجديدة النهاردة برضو في الهند 3800 لو شفنا مبارح زملنا لان مبارح كانت 4000 4500 وده بيعتبر كان اكبر عدد بالنسبة لعدد حالات الوفاة بالامس يعني كانوا 267000 حالة اصابة جديدة لكن حالات الوفاة كانت اعلى معدل او اعلى رقم في حالات الوفاة في الهند في خلال الفترة اللي فاتت كلها نرجع تاني للنهاردة هنلاقي انه زي ما شفنا 3880 حالة وفاة النهاردة في البرازيل 2312 اما الامريكا في امريكا 512 و13 وروسيا وبولندا في التلتميات وبعد كده 200 حالة في المكسيك نيبال ايران تركيا توتل ديس برضو زي ما احنا شفنا امريكا هي اعلى دولة من حيث عدد الاصابات 33 مليون و700 حالات الوفاة برضو في امريكا 600 عدة 600 الف النهاردة 601 830 البرازيل 441 الف والهند 287 الف طبعا بالرغم من انه في دول الاعداد بتزيد فيها بشكل كبير جدا لكن لو شفنا مثلا الفرنسا فرنسا بيحاولوا انه هما يقضوا عطلات علشان خاطر انه كانت الدنيا صعبة كان فيه اغلاق فرنسا الى حد ما دلوقتي برضو بالرغم الاعداد الجزيادة 19000 لكن حتى النهاردة كان عرضوا فيديو لماكران وهو بياخد القهوة في القفيهات المعروفة في الاماكن المفتوحة في فرنسا وبيقول ان الوضع تحت السيطرة يعني بحثا عن سبل لتمديد الاجهزات الصيفية بكل فام الخافضة في الزل انتشار فيروس كورونا كتير او من الفرنساويين بيحاولوا يشوفوا الاماكن المفتوحة عشان يقضوا فيها عطلاتهم ففيه اللي هو اسمه الفان او الكارفان اللي هو بيبقى مجهز بانه فيه سراير وكهرباء ومطبخ وحمام كده بيبقى عامل زي العربية الكبيرة فالحياة بدأت المصانع الفرنسية تنتج تعديلات في مثل هذا النوع من العربات علشان خاطر يتمكن الفرنساويين من ان هم ياخدوا العربيات دي ويروحوا في الاماكن المفتوحة ويقدروا ان هم يقدوا كام يوم عام 2020 تم بيع 234 الف مركبة ترفيهية وده بيعتبر رقم قياسي وفقا لاتحاد البيوت المنتقلة او المتنقلة الاوروبي سوق المنازل المتنقلة في فرنسا زي انتشرفين شكلها بيتراوح الحجم ما بين الفان الصغير ده وممكن تبقى كبيرة وكتير جدا اقبل عليه عشان يؤدوا العطلات وزي ما قلت لكم انه الرئيس الفرنسي كان برضو ظهرت بعض المشاهد لي وهو بياخد القهوة في مكان مفتوح وكمان كان ليه تعليق برضو على موضوع الدول الافريقية فطالب برضو كان كل الرؤساء بيطالبوا بانه يكون فيه دعم للدول الفقيرة برضو منهم الرئيس السيسي طالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لدول افريقيا لمواجهة كورونا من حيث المشاركة في منظومة الكوفاكس اللي بترعاها منظمة الصحة العالمية الارقام في مصر برضو خلينا نعرض الارقام بسرعة مصر 1169 حالة جديدة مبارح و53 حالة وفاة وبكده برضو يعني اعتبر لحد ما فيه ارتفاع في الحالات او معدل الالفوي مازال موجود ففيه برضو الاشرار او التأكيد على اغلاق المحلات الساعة 9 وكان فيه فتح البعض الشواطئ والاماكن الترفيهية ولكن برضو مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية يمكن برضو كان عندنا كمان الكلام عن اللقاحات والتشجيع زي ما قلت لحضراتكم استمرار غلق واعادة فتح الشواطئ دي ابرز قرارات مجلس الوزراء النهاردة لمواجهة فيروس كورونا القرارات استمرار غلق المحال والمقاهي في التساعة مساء حتى نهاية مايو خفض اعداد العاملين بالجهاز الاداري للدولة استكمال العملية التعليمية اونلاين من شهر يونيو اعادة فتح الحضاق والمنتزهات والشواطئ باجراءات احترازية السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط وتطبيق الاجراءات الاحترازية في اعمال الامتحانات والتوسع في تطعيم العاملين بالسياحة على مستوى الجمهورية وده برضو الحاجات الكويسة في موضوع التطعيمات وكتير جدا بيشجعوا على موضوع انه يتم تلقي التطعيمات المختلفة على حسب التطعيمات المتاحة والمتوفرة يا جماعة من فضلكم يعني كتير قوي دلوقتي بيحاولوا انهم يوجهوا النظر ويلفتوا النظر وناس كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي ياريت الناس اللي هي عندها المام بالنت وازاي تحجز يساعدوا اللي هم مش عارفين يحجزوا علشان العدد كبير يقدر ياخد وزي ما احنا قلنا احنا شايفين تجربة التجارب بتؤكد بريطانيا بدأت تفتح تماما بشكل كبير جدا اسرائيل فتحوا من زمان امريكا النهاردة برضو بنادر نقول فتح اماكن كتيرة جدا فرنسا بدأت تفتح تدريج اماكن كتير بدأت تفتح السعودية استعادت برضو رحلات الطيران وكل ده برضو ونمصر النهاردة استقبلت اول رحلة طيران من رياض تقريبا بشار مشي العدد التطعيمات حول العالم لغاية دلوقتي واحد واربعة وخمسين من مية مليار جرعة والجرعات دي في مية ستة وسبعين دولة بمعدل 25.6 مليون جرعة يومية في الولايات المتحدة الامريكية العدد بيزيد 277 مليون جرعة لغاية دلوقتي واحد وتمانية من عشرة مليون جرعة يومية فكل ده طبعا بيؤكد قد ايه انه مجال التطعيم بيزيد والاعداد اللي بتطعم الناس بتطعم بتزيد فربنا يسهل الامارات برضو بتتيح جرعة تالتة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد الفيروس كورونا شركات اللقاحات مستمرة في التطوير واي شركة يا جماعة بتعلن عن جرعة تالتة ده مش معناها ان الجرعات الاولانية والتانية فشلوا لا ده معناها ان ده دعم علشان الجرعات الجديدة دلوقتي حصل فيها تطوير علشان السلالات الجديدة المتحورة زي سلالة الهند المتحورة من سلالة بريطانيا وافريقيا فبقى اتنين تحور فيها فبالتالي الجرعات اللقاح اللي بتتاح كجرعة تالتة دلوقتي رازم تفهموا برضو دي مهمة جدا عشان التطور في السلالات او التحور اللي بيحصل في السلالات بالنسبة ليه بعض الدول الافريقية عندهم قلق جدا من موضوع اللقاحات وبينتشر عندهم اشعاعات انه ده منتهي الصلاحية ده هيعمل لكم ده في مالاوي بالتحديد الحياة كان فيه قلق من انه الجرعات اللي موجودة حاليا اللي بعتها الكوفاكس او الموجودة تابع وزارة الصحة دي جرعات غير صالحة فالسلطات لجأت ان هي تحرق بتحرق بشكل علني تسعتاشر الف وستمية وعشرة جرعة منتهت الصلاحية من لقاح استرازينيكا علشان يأكدوا للناس ان اللقاحات اللي بيحصلوا عليها امنة وانه ما فيش لقاحات منتهت الصلاحية هيدوها لأي ناس ويا مساهل ده طبعا يقدي انه الناس تقبل على اللقاحات فيه كمان دراسة اجريت على كبار السن لقوا انه تأخر الجرعة التانية من لقاح فايزر لفيروس كورونا لمدة 3 شهور بينتج عنه استجابة اقوى للاجسام المضادة بدلا من اعطاقها بعد 3 اسابيع طيب هتقولولي ايه اهمية الدراسة دي دي مهمة جدا لانه فيه حتى دول عربية كان مش فاكر زكرة الامارات ولا كانت انهي دولة كانوا علشان يحاولوا يغطوا اكبر عدد من الناس ما كانوش بيدو الجرعة التانية بعد 3 اسابيع كانوا عايزين يدو يضمنوا ان الجرعة الاولى تتاخد العدد كبير من الناس وبعد كده يبتدوا يدخلوا الجرعة التانية وده اللي حصل اه من دراسة اللي اوجريت على كبار السن انه ممكن 3 شهور يبقوا فرق بين الجرعة الاولى والتانية دي برضو طبعا تعتبر ميزة كبيرة جدا للي مش متوفر عندهم اعداد كبيرة وعايزين يتعاموا اكتر عدد من الناس يقدروا ان هم يدو الجرعة الاولى ويستنوا شوية وده من لقاح فايزر يعني دول الاتحاد الاوروبي اعلنت فتح حدودها للمسافرين اللي حاصلين على الجرعتين باللقاحات كورونا يعني في دلوقتي مزايا للملقحين طبعا في مزايا للي واخدين لقاحات في اماكن كتير حول العالم وزير الصحة البريطاني دعا الى برضو فتح الحدود بتأكيد الحاجة الى يعني دعا بيقول تعليقا على فتح الحدود بانه برضو مهم ان يكون فيه مزيد من الحذر ومش دعا الفتح هو بيقول مع فتح الحدود دي محتاجين برضو يكون فيه حذر بالنسبة برضو تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح جانسون ومثلها من سباطنيك وده الحقيقة بالنسبة لبردو مصر يعني فيه جرعات كمان هتبقى دلوقتي متوفرة في مصر جرعات متنوعة ومصر بدأت بالفعل تصنيع اللقاحات اللقاحات الصينية وكان برضو بيفكروا ان هم يبتدوا يصنعوا اللقاح الروسي برضو في مصر مستشار الرئيس المصري بيقول انه تم الانتهاء دكتور عود تاج الدين انه تم الانتهاء من تطعيم 2 مليون مواطن الانتهاء هيتم يعني من تطعيم 2 مليون في وقت قريب يا مساهل يا رب عشان كده بنقولكم من فضلكم حاولوا ان انتم تلجأوا الى تساعدوا بعض علشان موضوع الحجز او ان انتم تبتدوا تسجلوا اسماءكم بالنسبة للقاحات ايا كانت صدقوني محدش في اي دولة هيدي للمواطنين للناس بتوعه لقاحات بايزة او لقاحات مش فعالة الفعلية بس بتتراوح من اللقاح الى التاني ما بين زي ما قلنا من 65% الى 90% ولكن ده مفيش مشكلة اللقاح اللي هو فعليته بسيطة هيكونوا عملوا لقاحات جديدة ممكن تاخدوا منه جرعة تالتة فمفيش مشاكل يعني خالص لكن في النهاية بيحمي وخصوصا من موضوع حالات الجمدة او الاصابات الجمدة الاحتياج للأكسجين او حتى الوفاة ثبتة بالفعل ان كل اللقاحات بتساهم بشكل كبير جدا في انه مفيش لما بتتعرضوا الفيروس او الكوفيد ناينتين ما بيكونش فيه وفاة مع اللقاحات الحياة انه فيه برضو ابنة المحامي المعروف فريد الديب توفت الدكتورة ايمان فريد الديب وهي كانت استاذ قانون دولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة بسبب فيروس كورونا وكان النهاردة تشيع الجسمان وطبعا بين وعزي الاسرة كلها يعني حاجة برضو اهي صعبة زي ما انتو بتشوفوا ومش شرط الاعلان عن مشاهير لكن فيه ناس كتير على موقع التواصل الاجتماعي بنشوف الاعلان عن وفاتهم في الخمسينات وفي شباب واطفال ربنا يرحم الجميع نقابة الاطباء برضو ناعة الشهيد الدكتور رامس اديب جبرا شلبي استشاري جراحة المسالك المسالك البولية بمحافظة اسيوت وهو يعتبر رقم الشهيد رقم خمسمية تلاتة وتلاتين ونقابة الاطباء الصفحة عندهم كل يوم بيكون فيه تحديث لعدد الشهداء من الاطباء فربنا يسهل كده وكل الاطباء يكونوا اخدين اللقاحات عشان ما نشوفش حكاية وفيات الاطباء دي بسبب فيروس كورونا ناس كتيرة عايزة تطمن طبعا على صحة سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز فالحقيقة كان بكتبت دونيا بنتهم بتقول برضو انه هو الحالة حرجة وبتقول ان احنا يعني بتدعو للشفاء وان ربنا يشفي ويعافي كل المرضى من طبعا هي كتبة برضو مرضى المسلمين والمفروض كل المرضى يا دونيا يعني لان احنا بنصلي من اجل كل المرضى على مستوى العالم كله ربنا يشفي لكله بنصلي من اجل اللي بيحصل في الهند وبنصلي برضو من اجل سمير غانم ودلال وكل المصابين انه بنتمنى انه ربنا يمد ايده بالشفاء ويعزي كل قسر اللي راحوا طبعا ضحية هذا الفيروس هنقول بسرعة كده اهم العناوين بالنسبة لمصر والحقيقة تصرحات جديدة من الرئيس السيسي وهذه التصرحات قتت بعد تصريح كان شوية غريب من وزير الخارجية سامح شكري انه قال لك الملء التاني لسد النهضة مش هيأثر قوي على مصر لكن الحقيقة الرئيس السيسي اكد وهو في فرنسا في اسناء لقائه بالرئيس السنغالي ماك ريسال كان بيقول ان موقف مصر سابت بضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة وتم التوافق على استمرار التنسيق السنائي في الفترة القادمة بشأن السنائي ما بين مصر والسنغال بشأن موضوع طبعا سد النهضة وكالة ايطالية بتقول ان مصر تمكنت من جذب حوالي مليون سائح منذ يوليو عام عشرين عشرين وحتى عشرين واحد وعشرين ويمكن انتوا بتشوفوا حاجات كتير فعلا في مصر بتشجع على السياحة بالرغم من جائحة كورونا انتشر موقع التواصل الاجتماعي صورة الفنان ماجد الكدواني وبيقولوا ان هو عنده مرض جلدي صعب وصلوله كلام ده وتم تكشف طبعا ان الصورة المتناولة دي دي من فيلم اسمه تراب الماس وانه الفنان ماجد الكدواني بصحة جيدة وابنه نفى هذا الامر وبنقوله يعني ربنا اديك الصحة كمان في قصة عن متحرش لطنطة كان فيه شاب فتاة ماشية في الشارع لقت شاب في طنطة بيحاول يتحرش بيها وبدأ يقلع ملابسه فهي صورت الفيديو ده وبدأت وطبعا راح تودت الفيديو لمدرية الامن وبعد كده انتشر الايام اللي فاتت انه تم القبض عليه ومصدر امني بمدرية امن الغربية قالوا يا جماعة هو لسه ما تقبضش عليه لكن احنا بصدد ان احنا نقبض عليه لانه طبعا كان فيه امور صعبة جدا مش بس موضوع خلع ملابس لكن كانت حاجة صعبة ربنا يحمي كل الفتيات في مصر من موضوع التحرش اللي انتشر بشكل غريب جدا الايام اللي فاتت بالنسبة الام معناوين الملف العالمي عندنا استمرار طبعا في التصعيد بين غزة واسرائيل رغم جهود التهدئة والنهاردة اليوم العاشر اربع مرات يتم التواصل او الاتصال ما بين رئيس بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو من غير الوصول لاي حاجة ومن غير حتى اعلان عن ايه الدنيا وهل التهدئة هتحصل امتى البعض يتوقع ان في خلال يومين ثلاثة تتم التهدئة ولكن للأسف الشديد ما زال الامور في تصاعد وامور ميدانية ورشقات ساروخية من قطاع غزة على تل قبيب واماكن اسرائيلية والعكس ايضا واسرائيل بتحاول برضو استهداف اخرين كيادات من حماس ومن الجهاد الاسلامي ومن كتاب القسام وبرضو مازال تدمير المنازل والامور اللي هي دايما بتعملها اسرائيل امبارح جيب الاعلان عن مبادرة للرئيس السيسي والمبادرة دي كانت مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة المبادرة دي بانه مصر هتقدم مبلغ 500 مليون دولار مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار مصر حسن القضية الفلسطينية مسندة دائمة ودعم لا ينقطع للاشقاء الرئيس يخصص 500 مليون دولار لاعادة اعمار غزة الشركات المصرية المتخصصة ستشارك في الاعمار الصحة ارسلت بالفعل 65 طن أدوية ومستلزمات طبية ب14 مليون جنيه تم تعزيز مخزون الدم في القناة ب330 كيس و1827 وحدة بلازمة تم تجهيز 11 مستشفى في 3 محافظات لاستقبال المصابين وكمان كان فيه برضو فرق انتشار سريعة سريع مدعومة بالاطباء على معبر رفح البري ودفع 165 سيارة اصعاف مجهزة بعناها مركزة وتنفي الصناعي وكمان فيه غرفة عمليات مركزية للصحة تتابع الخدمات المقدمة للاشقاء وكل ده طبعا بيتوفر برضو استقبال المصابين في مصر عن طريق طبعا فتح معبر رفح وفيه طبعا ردود فعل كتير على موضوع الامر ده على موضوع دعم مصر ما بين ردود فعل راضية ومبسوطة ما بين ردود فعل كمان من الغزويين من بعد الحمسويين والغزويين نفسهم احنا مش عايزين حاجة منكم انتو مش عارف ايه دي فلوسنا اللي انتو خدتوها وترجعها لنا تاني وما بين ردود فعل طبعا بتوضح اكتر ايه موقف مبادرة السيسي دي هتكون جيدة جدا لصالح مصر وده هنتطرق اليه بعد قليل في عرض الموضوع الاسرائيل وفلسطين بشكل مكسف اكتر بالنسبة بقى لأزمة كانت ما بين السعودية واللبنان بسبب ايه مش بس سعودية ولبنان او كانت بين لبنان ودول الخليج عموما اللي حصل كان فيه وزيرة الخارجية كان على قناة الحرة دخل ناشط سعودي بيتكلم والناشط السعودي بدأ يهين الاول بدأ بانه بيتكلم عن لبنان وحزب الله ودعم الرئيس اللبناني ميشيل عون لحزب الله وانه كأنه باع لبنان انفعل انفعل الحقيقة وزيرة الخارجية شارب الوهبة انفعل جدا عليه وقال له ما ينفعش كده اهانة الرئيس بتاعي وانك انت يجي على الاخر الزمن واحد من البد ويتكلم معايا كده وطرق المشأل طرق الستوديو وبعدين رجع تاني وبرضو راح مكمل في بعض الامور اللي اهانة دول الخليج خلينا نسمع الجزء ده من التقرير بالنسبة او من الكلام اللي كانت قال اللي اعتبرته السعودية ودول الخليج اهانة ليهم تأجي باسطنبول اللي بيأتل اللي بيأتل الخاشئجي باسطنبول ما بيتكلم بهالطريقة هايدي هذه اللغة هذه اللغة اللي انت لازم توصلنا لالها بدك تكون انسان عندك بعد نظر وتكون معتدل ميشيل عون هو الذي قال بانه اللبنان ستذهب إلى الجحيم وستذهب إذا كانت في ايدي سياسيين مشابهين بهذا الشكل فرخامة رئيس الجمهورية له وعنا كل الاحترام بعته لبنان لأجل ارضاء غباد حزب الله الذي مسيطر للأسف الشديد نعم نعم شكرا لألك استاذ سلمان رئيس الجمهورية وانا اسكت ما بسكت شكرا لألك استاذ سلمان على هذه المداخلية معلي فضل 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 أنا في لبنان عم بيهيني واحد من أهل من أهل البدو ردت علي ردت علي ردت علي فضل عمو المعروضة بعد في مرحلة دانية يجوك الدواعج يلي جابوا لنا ياهن دول أهل المحبة والصداقة والأخوة جابوا ما بدي يسمي دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية زرعوا لنا ياها بسهل نينو وبالأمبار وبتدمر وبتمويل منهم بتمويل مني أنا لكين طبعاً طبعاً التصريحات دي بالنسبة لأنه نعت السعوديين بالبدو وذكر بأنه الدول الخليج دول محبة أنه هم اللي دعموا داعش واللي جابوهم لأماكن متفرقة في العراق أصارت هذه التصريحات طبعاً توترات بين يعني أو استدعاء من دول الخليج لاستفراء اللبنانيين في كل الدول تقريباً حتى مصر برضو قالت عايزين توضيح على اللي قاله شارب الوهبة والسعودية والإمراض والكويت والبحرين استدعوا سفراء لبنان وأتم إصدار شكاوى رسمية طلبت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس السلساء مستفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي تقديم تفسير لما قدل أدل به الوزير شارب الوهبة من تصريحات موسيقى بحق الدول والشعوب العربية بالفعل مبارح لبعض الردود الفعل الرسمية قالوا أنه بيتحدث بصفة الشخصية بعد برضو ردود فعلية تاني ردود فعل تاني قالت أنه لم يكن موفق طبعاً من قبل من قبل بعض السياسيين في لبنان وبعض الأحزاب لغاية ما النهاردة بعد طبعاً ضغوط تم تقديم تم تقديم استقالته وبالفعل الرئاسة اللبنانية قبلت استقالة عفواً شارب الوهبة من يعني تم تعيين وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة تعتبر وزيرة خارجية بالوكالة بعد قبول استقالة طلب أو بعد قبول طلب الوزير شارب الوهبة بإعفائه من مهامي كل الأمر ده طبعاً في محاولة الاحتواء لأزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج والرياض كانت نددت بما بدر من رئيس الدبلوماسية اللبنانية من تصرحات واعتبرتها طبعاً إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها البعض بيقول الحقيقة أنه هو الراجل اللي قال كلمة حق يعني باستمع حضراتكم عارفين أنه الحقيقة بالنسبة لبعض المناصب الحساسة وخصوصاً وزارة الخارجية ماينفعش يتقال أنه هو قال أي حاجة بشكل شخصي لأنه وزير الخارجية المنصب ده بالتحديد في أي دولة في العالم بيمثل الدولة اللي موش وأنه مين اللي جابه داعش وموّل داعش كلام ده طبعاً ممكن نكون كلنا عارفينه لكن ما بينفعش طبعاً يقال من وزير خارجية وطبعاً الأمر يعني أعتقد أنه بعد تقديم الاستقالة إن شاء الله الأمور هديت نيجي بقى الموضوع الهجرة اللي كان اللي سامحت بيه الحياة المغرب هجرة غير مسبوكة من شباب وأطفال دخلوا بشكل غير قانوني من بوابة مدينة سبتا الأسبانية إلى أسبانيا من المغرب وده بسبب دعم الدعم الأسبانيا لمشكلة البوليساريو أتت كنون هذا الرجل الذي أنقض حياة طفلاً في فرنسا ومنحه الرئيس الفرنسي الجنسية قد تكون الرشقة التي بدى عليها في التسلق منبعها من هنا على أسوار سبتة ومليا على الحدود المغربية الإسبانية فلكم خاض المهاجرون المعارك على الأسوار وفوق السياج فهم لا يريدون أن يرجعوا بعد أن وصلوا إلى هنا حتى وإن كان الثمن حياتهم هذا بالضبط ما تثبته الفيديوهات التي توثق مخابئة مجنونة ابتكرها المهربون والمهاجرون ليصلوا إلى مبتغاهم فهل يمكن لك أن تتصور وجود رجل أو اثنين هنا عند أطراف محرك السيارة التي بالكاد يستطيع الميكانيكي إدخال يده بها لإصلاح عطل ما البعض اختار أن يتون نفسه وسط القمامة المخصصة لإعادة التدوير أثناء تصديرها إلى إسبانيا بينما تستغرب قوة التحمل عند هذا الشاب الذي اختار أن يتحول إلى كيس من الإسمنت كرمى لعيون الحلم الأوروبي خيال أحدهم كان أوسع وكان ينتظر اللحظة التي يفتحون فيها الفيراش إذاناً بوصوله إلى الضفة الأخرى لكن المفاجأة كانت قاسية حين استقبلته الشرطة بالترحاب والطيوب سيارات كثيرة يتم تعديلها لأغراض تهريب البشر والوصول إلى الدول الأوروبية ويدرس المهاجرون وسائل النقل بعناية فائقة وأماكن يمكن الاختباء فيها أقل ما توصف بأنها على حفة الموت وكأن أجساد المهاجرين من مطعب حتى انطووا على أنفسهم وكثيراً ما تجد رجلاً بطول وعرض داخل حقيبة سفر صغيرة ما يقوم به المهاجرون غير الشرعيين يشبه المعجزات أحياناً فهم يغيرون قوانين الفيزياء والطبيعة في لحظة وبالتأكيد فإن صناعة هذه السيارة التي قالوا إنها مخصصة لأربع ركاب أو خمسة كحد أقصى ها هي تتسع لستة بل سبعة بل ثمانية بل إن فيها خمسة عشر يعني طبعاً كلكم مستغربين الناس دي إزاي بتعمل كده يعني فاكرين طبعاً الهجرة في عن طريق البحر المتوسط أو زي ما كانوا بيقولوا قبر الأبد المتوسط لكن دلوقتي طبعاً بيبتكروا في موضوع إزاي يوصلوا من المغرب إلى أسبانيا عن طريق كل اللي بيعملوا ده الأزمة بتاعة المرة دي وإنه إزاي والتقرير كان قلتا للتلاف لكن فيه تقرير تانية بتقول من أسبانيا يعني فيه 8000 مهاجر راحوا ودخلوا لأسبانيا عن طريق سبتا في غدون يومين بينهم نحو 1500 قاصر فيه مشاهد جاب الطفل صغير وإزاي أن الطفل ده عام لغاية ما وصل وفيه كمان مشاهد تانية جابت بقى إزاي إن الأمن نفسه اللي على الحدود هما بيقولوا إن سبتا دي عبارة عن جيب كده في المغرب قد الطفل ده أصغر طفل يعني وصل لأسبانيا الحية المشكلة ليه بقى تصعدت اليومين دول أو خلال اليومين دول بالتحديد لأنه أسبانيا حاليا بتستضيف إبراهيم غالي زعيم جبهة البولوساريو وهو برحي ناكل العلاق ولأنه أسبانيا بتدعم جبهة البولوساريو ضد المغرب فيه بالنسبة للصحراء الغربية هما معتبرين إن السيادة للبولوساريو هي اللي بتحق اليوم سيادة منطقة الصحراء الغربية عن المغرب وبالتالي المغرب اتضيقت وبدأ يحصل تطور توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط وقدى إلى أن القوات نفسها اللي كانت على الحدود في الجيب ده اللي هو زي عامل زي جزيرة كده ومحاوض بالبحر وعلى الحدود مع أسبانيا هما اللي فتحوا البوابات الحديدية علشان المهاجرين اللي موجودين هناك يبدو يدخلوا على أسبانيا كنوع من أنواع العقاب لدعم أسبانيا للبولوساريو لكن هما رجعوا بالفعل عدد منهم ولسه طبعا الأزمة دي هيكون لها أبعاد تانية الفترة اللي جاية الاتحاد الأوروبي كان نروح بقى لنقطة تانية بسرعة هو موضوع الاتفاق بالنسبة للصفقة النووية وحضراتكم عارفين أنه كان فيه المفاوضات بخصوص عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني والحقيقة أنه فيه الاتحاد الأوروبي برضو قال أنه مقتنع بأنه إن شاء الله يتم التواصل الاتفاق نهائي حول عودة أو حول إحياء الصفقة النووية مع إيران كنتيجة المفاوضات المستمرة في فيينا النهاردة انتهت الجولة الرابعة من هذه المفاوضات هيكون فيه جولة خمسة الأسبوع اللي جايه بيقولوا أنه برضو الأمور إلى حد ما لغاية دلوقتي يعني ماشية في الاتجاه المعقول بالرغم من أنه بعض الصعوبات في إيطاليا تم العصور على قرية مفقودة تحت بحيرة وده كان بعد أعمال أصلاح كانت في خزان ماء في إيطاليا وشافوا كان فيه بقايا لقرية كانت تمرت قبل عقود اسمها قرية كورون كانت اختفت تحت الماء في خمسينات القرن الماضي وبدأوا يشوفوا بدأوا يكتشفوها بعد الأعمال الإصلاح اللي حصلت أما بالنسبة لأمريكا المدعية العامة في نيويورك أعلنت عن تحقيق جنائي مرتبط بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيث قال مكتب المدعية العامة في نيويورك أن التحقيق في بعض نشاطات مؤسسة ترامب أصبح يتعلق بجوانب جنائية وأوضح المتحدث باسم المدعية العامة أن التحقيق في نشاطات شركة العقارات التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد مدني الطابع ودلوقتي قالوا أنه في بعض الأمور اللي بتركها أن هي تعتبر جنائية نيجي بقى بالنسبة للحرب في تيجري شاهدة عيان كانت بتتكلم عن أنه في قتل خمسين شخص من عائلتها هي بس واغتصبوا النساء وده الحقيقة الأزمة كبيرة اللي بتواجهها داخليا أسيوبيا بالنسبة لموضوع تيجري وكان فيه برضو أحد الأثقافة كان تحدث عن هذا الأمر شاهدة العيان كانت بتقول أنه السواريخ كانت بتقع عليهم اختصبوا أهلها اختصبوا سيدات من أسرتها أو النساء من أسرتها والأمر ده طبعا فيه مطالبات أنه يكون فيه برضو محاكمة لأسيوبيا وأبي أحمد أنه الجرائم اللي حصلت فيه منطقة تيجري بتركه إلى إبادة جماعية أو جرائم حرب فيديو تاني بقى كان غريب جدا في استراليا السماء طمتر فران الفيديو مرعب بشكل غريب جدا في ناس قالوا ده قديم شوية بس هي سكاي نيوز الحيحنا بنصق فيها لحد كبير أنه الوضع ده قال أنه كان فيه محاولة أنه هم يكافحوا الفقران في بعض الزراعات وده نتج عن أنه المكافحة دي قدت إلى أنه فقران كتيرة خرجت من الجحور وبقت موجودة كده في يمين وشمال لدرجة حتى أن القطط يعني مكافحة المزارعين لأسوأ طعون للقوارد منذ عقود زمنية وفيه مشهد حتى يعني كان جايبين قطة وهي على رأسها يعني من فوق فر له يعني حاجة صعبة جدا فزي ما أنتوا شايفين مشهد صعب جدا لكن إن شاء الله يقدروا يعني يواجهوا هذه الأزمة بالنسبة بقى لتفصيلات شوية كده أو بعض التفاصيل بالنسبة للتصعيد بين غزة وإسرائيل وإنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن أنه فيه أية جهود فيه أية بوادر تهدئة أو وقف الإطلاق النيرون خلينا نشوف هذا التقرير ونكمل معاكم اللي ما تقلش في هذا التقرير فقدون ما تبقى من منازلهم المدمرة إذ أصبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي وفقا للتقارير الدولية فإن القصف لا يطال المنازل فحسب بل يطال المستشفيات وغيرها من المؤسسات المدنية في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بهذا الشأن مشيرة إلى خطورة القصف المستمر للمناطق المدنية تلقينا تقارير مقلقة للغاية بشأن قصف المزيد من البنى التحتية المدنية في غزة بما فيها مختبر مركزي لفحص كورونا وسواها من المنشأة الصحية والإنسانية كما حصلنا على تقارير بشأن أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين في قضاء غزة أكثر من 58 ألفا من رجال ونساء وأطفال نزحوا 47 ألفا منهم يبحثون عن الحماية في مدارس تابعة للأونروا في القطاع من الضروري الحفاظ على إمكانية وصول المساعدات الإنسانية من وإلى غزة واتخاذ التدابير المناسبة لتأمين الحركة في القطاع وتؤكد الأمم المتحدة أن ألاف النازحين الفلسطينيين لا يزالون يبحثون عن المأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة بدوره كشف مكتب المنظمة الدولية لتنسيق شؤون الإنسانية تعرض نحو 450 مبنى في قطاع غزة للدمار منها 6 مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة زي ما شفتوا الحياة في أضرار في الجانبين يعني في أضرار طبعا كبيرة جدا في قطاع غزة وفي فعلا مدنيين وأسر بالكامل وحاجة مأساة طبعا بالتأكيد يعني جهود دولية لدعم وقف إطلاق النار ولكن الجهود دي الغاية دلوقتي بقت كلها بالفشل للمرة الرابعة كانت اتصالات ما بينها بن يمين نتانياه والرئيس الأمريكي جو بايدن ولم يصل الأمر أيضا إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار أو حتى على هدنة تعهد رئيس الوزراء بالعكس يعني تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياه بأن بلاده ستواصل هجومها على قطاع غزة طالما كان ذلك ضروريا وكان بيتحدث في قاعدة جوية في جنوب إسرائيل وقال إن حركتي حماس وجاد الإسلامي تعرضت إلى ضربات غير متوقعة وقال إنهم قعدناهم سنوات عديدة إلى الوراء أيضا قال نتانياه يمكننا تدمير غزة تماما ولكننا نستهدف ما نستهدفونا بدقة كبيرة يعني هو بيقول إنه هو بيستهدف الأماكن اللي بيطلع منها السواريخ وبيستهدف الأماكن اللي فيها حماس أو كتائب القصام أو الجهاد وقال برضو إنه إذا اعتقدت حماس أنها منتصرة في الحرب فدي هتكون هزيمة لنا وللغرب بأسرة اتهم رئيس الوزراء حركة حماس بإنشاء بنى تحتية وسعة النطاق تحت قطاع غزة وباستخدامها مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن هجمات على إسرائيل اللي انتو بتشوفوه دي الصور اللي انتو بتشوفوها عدد السواريخ اللي تم إطلاقها من غزة على إسرائيل كام ساروخ؟ 3,150 النهاردة قالوا وصلوا 4,000 ده كان لغاية مبارح عدد السواريخ الفلسطينية اللي سقطت فيه غزة 460 ساروخ وده اللي بيقولوا إسرائيل إنه سواريخ غزة هي اللي بتاتل المدنيين هناك في غزة مش سواريخ إسرائيل لأن إسرائيل بتروح للمناطق بدقة تماما بالنسبة للقبة الحديدية كانوا برضو بيقولوا إنها مش قادرة إنها فشلت لكن إسرائيل قالت لأ 90% من السواريخ اللي بتطلق من قطاع غزة تم اعتراضها من خلال القبة الحديدية عدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 820 مقابل كام مقابل 4,000 ساروخ من قطاع غزة 820 عشان هم بيقولوا إنه هم بيروحوا الأهداف معينة عدد القتلى من الفلسطينيون 210 على الأقل إسرائيل النهاردة أعلنت عن 2 تاني قتله فعدد القتلى في إسرائيل بقي 12 وعدد القتلى برضو بالنسبة لفلسطين بقي حوالي 270 الأطفال من فلسطين 58 طفل على الأقل قتلوا في العدد القتل سواء في الدربات الساروخية على بعض المنازل أو على مدنيين وفي إسرائيل برضو التقارير كانت بتقول إنه فيه 2 على الأقل من الأطفال كانوا قتلوا في إسرائيل وطبعا فيه أماكن برضو تم تدميرها فيه الحافي تل قبيب وفيه أماكن مختلفة برضو من إسرائيل والنهاردة كان فيه سواريخ أطلقت من لبنان أيضا على إسرائيل وردت عليها ووكيلنا أطلقت في البحر وبرضو إسرائيل ردت على سواريخ برضو ردت على لبنان بسواريخ أيضا أخرى قناة الغد دايما جايبة لمشاهد مباشر ولكن برضو فيه وتوقفنا عند الحقيقة بعض المشاهد المأساوية للمدنيين دي طفلة اسمها سوزي الطفلة دي فقدت أمها وإخوتها كلهم وما عاش من الضرب الساروخ اللي كان نزل على بيتهم غير هي وولدها بس أمها كتلت وأشقاءها الأربعة كتلوا برضو فيه طبعا تقارير يعني فيه حاجات كتير إنسانية فيه ناس فقدوا أثارهم بالكامل المهم إسرائيل برضو بتدافع عن اللي بتقوم به بأنه مش السواريخ بتاعتها هي اللي بتقصف مدنيين دي سواريخ اللي بتطلق من غزة لأنه هم بتلقوا السواريخ من وسط الأماكن السكنية إحنا بنستهدف بس قيادات معينين وبيوت ومنازل وبنقول كمان ليهم يخلوها انتشر بقى اسم كده اسمه محمد الضيف محمد الضيف ده الحقيقة إنه هو قيادي من القيادات اللي بتحاول إسرائيل إنه يتغتالوا حوالي سبع مرات فشلوا في إنه هم يغتلوا وما زالت اسرائيل بتقول إنها بتستهدف من منتصفهم بزعيم الإرهاب المراوغ اللي حاولت قوات الأمن الإسرائيلية قتله في السابق خمس مرات وصلوا سبع مرات لغاية النهاردة وحاول الجيش الإسرائيلي قتل رئيس الأركان في الجناحة العسكري لحركة حمس محمد الضيف مرتين على أقل قبل أكتر من أسبوع على بدء الحملة العسكرية على غزة الضيف كان برضو بتتهم متل قبيب بالوقوف وراء كثير من العمليات الإرهابية وإنه هو زي ما قلنا قائد حركة حماس أو قائد رئيس الأركان العسكري في الجناح العسكري لحركة حماس وما زالت برضو بتحاول إسرائيل إن هي يعني تتتبعه المهم بقى السؤال اللي بيطرح نفسه إزاي كل السواريخ الأربعة تلاف اللي بتطلق من غزة إزاي غزة دلوقتي إزاي حماس بقي عندهم القدرة الساروخية دي كلها منين جابوا السواريخ دي؟ طبعا فيه كلام برضو عن تمويل إيراني طبعا وفيه سواريخ من الصين برضو قدروا ياخدوها لكن كان فيه تقرير من قناة الجزيرة فيه تحت عنوان ما خفي أعظم كان بيكلم عن تطوير القدرات الساروخية لحماس ما خفي أعظم قدم جوابا عن سؤال اتضحت بعض معالمه في التصعيد الراهن لنعود بالزمن قليلا إلى الوراء أول صاروخ لكتائب القسام عام 2001 أطلق باتجاه مدينة سديروت ولم يتجاوز مداه ثلاثة كيلومترات برأس متفجر صغير جدا لكن كان لهذه الرحلة الشاقة مراحل حتى أضحت ترسانة القسام تربك الدفاعات الإسرائيلية في حرب عام 2008 على غزة استخدمت كتائب القسام صواريخ من طراز قسام ثلاثة ووصل مداها مناطق في حدود سبعة عشر كيلومترا أي غلاف غزة وفي عام 2012 ردت كتائب القسام على اغتيال أحد أبرز قادتها أحمد الجعبري باستهداف تل أبيب والقدس وأدخلت صاروخ M75 الجديد الذي وصل مداه إلى ثمانين كيلومترا عام 2014 استطاعت المقاومة قصف حيفا بصاروخ R160 الذي وصل مداه إلى مائة وستين كيلومترا تحول نوعي جديد بعد تلك الحرب اشتد الحصار الخانق لقطع خطوط الإنداد ومنع تطوير الصواريخ لكن فصائل المقاومة تمكنت من تنفيذ مشاريع نوعية ما خفي أعظم كشف تحت الرماد مشروع لكتائب القسام لجمع مخلفات القذائف والقنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر خلال حرب عام 2014 استطاعنا من خلال هذا المخزون مضاعف طبعا التقرير بيكمل واحنا حطينه على الصفحة برضو اللي عايز يتابع التقرير ويشوف ويعرف إزاي حماس قدرت أن هي تطور الأسلحة والصواريخ اللي هي بتمتلكها هنأف عند مبادرة السيسي الحقيقة بالنسبة للموضوع أنه دعم دعم غزة ب500 مليون دولار ودي كلها في عملية إعادة الإعمار ولكن من خلال شركات مصرية هتقوم بتنفيذ هذه المشروعات والكنيسة كانت طبعا أشادت بهذا الأمر وتم تقصيص برضو حساب من صندوق طحية مصر لتلقي مساهمات لإعادة إعمار غزة من داخل وخارج مصر بعد قرار الرئيس اللي حكومة أعلنت بدء التنسيق لتنفيذ مبادرة إعمار غزة فورا برضو مش الكنيسة الأولوزوكسية بس اللي أيدت دعم السيسي أو مبادرة السيسي ولكن كمان الكنيسة الإنجيلية القصة أندريزاكي أيضا أشاد بقرار الرئيس السيسي وسفير فلسطين بالكاهرة شكر السيسي على هذه المبادرة كانت بقى فيه بعد ردود الفعل زي ما قلت لحضراتكم ردود الفعل اللي كانت رفضة الموضوع ده طبعا كانت بتقول أنه يا جماعة انتونسيين أنه غزة حفرت مئات الأنفاق وحماس وحفروا الأنفاق بخبرة إيرانية وأموال كطرية علشان يتسللوا بطريقة غير شرعية من قطاع غزة المصر وقتلوا جنودنا وقتلوا ناس من جيشنا أنتونسيين ولا إيه كان فيه بيدخلوا سلاح للجماعات الإرهابية شمال سيناء ناس تانية قالك أنتونسيين أنه كان مرسي بيتحاكم بموضوع المحاكمة بتاعته كانت علشان خاطر أنه كان فيه تخابر مع حماس طبعا فيه ناس برضو أشارت إحنا مش مصر قلنا أنها فقيرة وعندنا حاجات كتير على التنمية وقطاع القطاع برضو بالنسبة للطرق والكباري كل ده طب إحنا الفلوس دي مش إحنا أولى بيها طبعا ده كان ردود الفعل الغاضبة ناس تانية قالوا برضو أنه إيه أنتوا برضو القصة بتاعت القصة برضو الخاصة بدعم محمود عباس لما كانت تحولت تم تحويل كاتدرائية آيا صوفية لمسجد هل أنتوا ناسين برضو الكلام ده طب إحنا إزاي مجموعة من مسيحيين قالوا إحنا إزاي كمسيحيين يعني نحاول ندعم القدس وندعم الأقصة وإنتوا مدعمتوش كاتدرائية كانت لينا عباس كان بيهني أردغان لتحويل آيا صوفية المسجد دي كلها كانت ردود فعل كان فيه ردود فعل تانية طبعا بتقول يا جماعة أنتوا ليه معترضين أنتوا لو عارفين الحقيقة كنتوا هتفهموا أنك أنت كده بتتحدى وبتحجم أي نفوذ لإيران وتركيا وقطر في القطاع أنت بتقول لهم والعملاءهم والإسرائيل أن قطاع غزة بأكمله شأن مصري خالص النقطة التانية أنت بتقول للعالم أن مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتساعد غزة وبتكسب تعاطف دولي وأنك دولة سلام مش حرب وده هيفيد مصر في ملف سد النهضة النص مليار دولار دي أصلا منحة للشركات المصرية اللي هتقوم بإعادة الأعمار هناك يعني ده برضو هيعود على مصر برضو بفايدة هيبقى فيه خفض للبطالة أنت بتقبر نفوذك السياسي والإقليمي والدولي أنت كده نقلت حدودك بحيث آخر نقطة تفصينها تعمل لها تنمية لأنك رحلت التأمين والتواجد لداخل القطاع نفسه مش على الحدود دي الأراء اللي هي الأراء ما بين أراء معترضة وأراء بتدعم هذا الأمر وبتفسروا بهذا الكلام بالنسبة لسد النهضة زي ما قلت لحضراتكم كان شارك كان برضو من الكلام اللي تقال المهم جدا أنه طبعا معلش أنا عايزة برضو أقول لحضراتكم بسرعة كده الجزء الخاص بسد النهضة لأنه تصرحات سامح شكري كانت أثارت غضب ناس كتيرة وقالوا إزاي بعد المحاولات والمفاوضات دي كلها أن احنا عايزين نوقف الملء التاني فييجي سامح شكري ويقول لها الملء التاني مش هيأثر على مصر جيت دكتور هاني رسلان مشتشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كان بيقول أن الموقف الأسيوبي المتعنت غير مبرر ومستهجن مستهجن ومخالف للقانون الدولي والعقل والمنطق وأن للأسف اللي اتضح دلوقتي أن الهدف الحقيقي من وراء بناء سد النهضة هو السيطرة على نهر النيل واستخدام هذه السيطرة كأداة سياسية واستراتيجية لهيمنة أسيوبيا على القرن الإفريقي وأنه رفض أسيوبيا إبرام أي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة مع مصر والسودان بيعني تفريغ أي مفاوضات جرت بين الأطراف الثلاثة خلال العشر سنوات الماضية من قيمتها وكأنها لم تكن وقال أن الفجوة بين السبب المعلن والسبب الحقيقي لبناء سد النهضة هي اللي تولد منها التعنت ودفعت أسيوبيا لتقديم حجج متنقدة وغير منطقية وغير مقبولة والرئيس السيسي زي ما قلنا لحضراتكم كان برضو بيقول أن احنا هنستمر في المفاوضات ولو تفتكروا أمريكا برضو كانت قالت دعت مصر والسودان والأسيوبيا إلى عقد اتفاقات مرة أخرى بخصوص سد النهضة بشكركم على متابعتنا وان شاء الله نلقاكم والمزيد يوم الجمعة والمزيد من ورقة الحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة